وفرصة أسمع بقى رأيك تحديداً رئيس لجنة الحكام المصرية يقول رأيه في بعض الحالات التي أصارت بعض الجدل خلال المباريات الماضية فرصة أسمع رأيك فيها وهبدأ بحالة أولى كانت في مباراة الزمالك والمقولون العرب وكنا محتاجين نشوف من لجنة الحكام رأي فيها واحدة من الكرات اللي كان عليها جدل كبير جداً وهي ضربة الجزاء وكابتن أمين عمر كان هو حكم المباراة نحن شفنا هنا أن كان مستحيل أن الحكم ممكن يشوف اليد أو حالة لمس الكرة في اليد كان سريع جداً وكان صعب جداً على الحكم أنه يشوفها بس بعد الفضار نحن كنا ممكن نشوف حكتين أولاً بالطبيعي هو آه هاندبول هي الكرة لمس التلياد لأن الزراع فعلاً بيكبر حيز الجزء ومن هنا هو موجود فين اللاعب نفسه فاللاعب موجود قبل خلف وراء منطقة الجزاء بس ييده على خط منطقة الجزاء فطبعاً هو كان ممكن يكون بانالتي بس من هنا خليني أقولك تاني أن كانت صعبة جداً على الحكم أنه يشوفها بالسرعة ديت بس خليني أقولك من هنا أن ده كان ممكن وكان فيه الإمكانية أنه يحتسب البانالتي ديت طيب نيب اللقطة كمان دي كاية اللقطة لي الكابتن أمين عمر والكابتن أمين عمر واحد من الحكام الكبار في مصر يعني واحد من الأسماء الكبيرة طيب